وأكد نعم تضخمت في الملايين أقلهم سبعمية ألف وتتراوح عقبهم مليونين وتزيد تقريبا مليونين وفي بعضهم ثلاث ملايين وأربع ملايين وأكثرهم تسع ملايين وسبعمية ثلاث عشر نائب سابق تضخمت حساباتهم وراحوا إلى النيابة لكن خنوضح من تصدى لهم لهم حكموا عليهم بحكم بات نهائي والنواب اللي تضخموا حساباتهم انحفظت بقرار إداريا اللي يقول إنه ما علي شيء ترى حكم المحكمة أو أوضح النيابة النيابة خصم شريف والنيابة ما برأتهم لأن النيابة ما تبرأ من يبرأ هو القضاء واقصد المحاكم اذكرت هناك قصور في التشريع وعلى المشرع أن يقر قانون كشف الذنب المالية وتعدي قانون الجزاء وغسل الأموال فالحفظ كان إداري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر